بين الولاية الأولى وطموح التجديد للثانية يتأرجح الكاظم على حبل الفوضى في العراق المجدود بمحاولة ميليشيا الحشد ترسيخ وجودها بشكل أكبر داخل أروقة ومفاصل الدولة العراقية الكاظم الذي أعلن مراراً عدم ترشحي للانتخابات المقبلة في شهر تشرين أول يخطو بحذر شديد في الوقت الحالي فهو يسعى للمحافظة على توازنه السياسي غير المستقر بين تأمين تعاون الميليشيات ويبقائها تحت السيطرة وبين الحصول على دعم واسع في البرلمان للتجديد له لولاية ثانية موقع يورو أسيا للأبحاث رسم صورة قاتمة بشأن العراق واعتبر أن الوضع الملتبس لميليشيا الحشد داخل الدولة العراقية يشكل سبباً رئيساً لفشل رئيس الحكومة الكاظمي في التعامل مع الوضع الفوضوي في العراق الموقع نقل عن محللين قولهم إن هجمات الميليشيات المدعومة من إيران تصاعدت مؤخراً من حيث العدد والنطاق واتسعت لتشمل أهدافاً أبعداً من المواقع العسكرية والأمنية الأمريكية والأجنبية لتشمل النشطاء العراقيين وقارة التظاهرات معتبراً أن هذا النشاط المتزايد يشكل جهداً مستوحى من طهران بهدف تقويض الدولة في العراق وعلى الرغم من أن الكاظمي حاول استثمار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن بتغيير مهام القوات الأمريكية العاملة في العراق للظهور أمام الميليشيات الموالية لإيران بأنه لبى مطالبها بإخراج القوات القتالية الأمريكية من العراق فإن موقع يورو آسيا يرى أن طهران ربما تنظر إلى إعلان بايدن الكاظمي على أنه فرصة أخرى لترسيخ وجودها بشكل أكبر داخل الدولة العراقية ووفق المراقبين فإنه بالنظر إلى قوة الأصوات الموالية لإيران داخل البرلمان وفي مؤسسات الدولة العراقية فقد أصبحت ميليشيا الحشد أقوى من أن يتمكن الكاظمي من السيطرة عليها بالكامل أو حتى تجاوزها